السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم رايحانة كمان نشارك معكم اقتراحات نفعكم المائدة رمضان بنجل بنشرمل وفطائر بحشوة لديدة وبسيطة وكيك اللي كيجي رائع وخفيف ورتب اقتراحات لي هي بسيطة ان شاء الله تجربوها بإذن الله نخليكم مع المقادر والطريقة باركاته للمكونات نحضر لكم عندي ملعقة صغيرة مملوئة من قهوة سريعة دوابان اي قهوة متوفرة عندكم نضيف لها كأس من الحليب الساخن تضيف على القهوة وحركهم وخليهم جانبا حتى يدفع الخليط ملعقة صغيرة دي القهوة مع كأس دي الحليب السخون كأس دي السكر سنيدة نصف كأس من الزيز القليل من الملح وكيس سكر فانيلا ممكن تعاوضوه بأي نكهة اخرى وجوج ديال البيضات يكونو من الحجم الكبير طريقة جيدة سهلة كناخد الخلاط الكهربائي كنوضع فيه جوج ديال البيضات مع كاس ديال السكر ونص كاس ديال السيت والملحة وسكر فانيلا لي ممكن تعاوضوه بالقشرة ديال البرتقال اللي كيمشي مع المداق ديال آآ شكولات والقهوة وغادي نخلط الكل جيدا حتى كنساجم وكنحصل على خالط شوية تقيل واللون دياله ابيض احناي كنضيف هدك الكاس ديال الحليب اللي ضفت له آآ القهوة بشرط انهو كيكون ادفاع وميل للبرودة يعني مابقاش سخون وكنخفق للمرة الثانية هنا كنضيف جوج اكياس من بودرة الكاكا والمر ممكن تخلطوهم غيب الطراب اليدوي انا كنفضل في هاد الكيك هادا نخلطوهم بالطراب الكهربائي باش كنساجم مزيان كنفرغ الخليط في اناء وكنضيف باقي العناصر عندي الطحين وخميرات الحلويات بالنسبة للطحين كتاخد معي جوج كيسان ونصف ديال الطحين وجوج اكياس من خميرات الحلويات كل كيس يازين سبعة جرام لمجموع اربعة عشر جرام من خميرات الحلوي تنضيف الكأس الاول وكنخلط بواسطو الطراب اليدوي كنضيف الكأس التاني دائما انه واشيف كتكون مغرب لها طحين بودرة الكاكا وخميرات الحلويات كل هم هاد العناصر يكونوا مغرب لهم كنضيف خميرات الحلويات كما اذكرت لكم جوج اكياس وغاد ينضيف مسكس ديال الطحين المتبقي انا ضفت جوج كيسان وكنت اكد من القوام ديال الخاليط الى بالكم هنا ان الخاليط خفيف شوية كتضيفو هاداك الطحين بل لكم انه اه كافي صافي ممكن تضيفو غير ملعقة او ملعقتان حسب كمية اه او حجم البيض الى كان البيض كبير بزاك هدا هو القياس اللي كياخد جوج كيسانس ديال الطحين كنخلط مزيان وباش كتعارفو ان الخاليط ديالكم اه ناجح كتكتبوا رقم تمانية ما كتقطعش نهائيا هاد الاسيستي ما كننذكرها لكم كناخد قالب كيك قياس 22 سنتين مدهون بالزفداء ومرشوش بالطحين ديما دهنو هو الاول ودخلو تلاجة حتى تحضروا الكيك ديالكم كنفرغ الخاليط ودائما كنرفع اليد ديالي الاعلى وانا كنكب الخاليط وندخلها الفرن متوسط درجة الحرارة بنسبة لهاد السوس عندي فيها اه ساشي او ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو المر ملعقة كبيرة ديال السكر ساني ده ونسكاس ديال الحليب كنضيف لها اه ستين جرام ديال الشوكولات نوعية جيدة اه اي قبيل او اي ماركة اخرى انشو ما كتفضلوها انا مستعملا هنا شوكولات خمسة وخمسين في المياه كاكاو يعني نوعية جيدة كنخلط كل شي ونديرها فوق النار حتى كتغلو كتدوب خارج النار كنضيف هنا ملعقة صغيرة ديال زبدة وكنخلط مزيان هاد صوص رائعة ممكن ديرها الكريب بانكيك الكيك هائلة جدا الى كنتو دايرين اه كاكاو حلو بلا ما تديروا السكر في هاديك الصوص يعني سكتافيه غير بالكاكاو والشوكولات والحليب والزبدة الكيك ديالي بعد ما طاب خدالي تقريبا خمسة وثلاثين حتى لاربعين دقيقة فون متوسط درجة الحرارة في المول وهو سخون كانت تقبو مزيان اما بالكاكدون او بموس وهنا باش كتسقيوها ليكون اختيار ممكن تسقيوها ممكن ما تسقيوهاش نهائيا انا هنا خديت قهوة مقطرة ممكن تاخدو غير قهوة سريعة دوابان تضيفو لها الماء طيب او الحليب اللي كيكون مغلى الى كانت الكيكة سخونة يكون هاداك السيرو باش كتسقيوها يكون بارد هالقاعدة راها معروفة سقيتها انا في المول خليتها واحد جيد قيقها كاك وغادي نقلبها امامكم باش شوفوا معاي الشكل ديالا كاك جي اه الصراحة كيك ولا ارواح سبق لي وشاركتوا معاكم وكنتوا بزاف اخواتي اللي جربتوه شكرا لكم بزاف على المتابعة ديالكم في فيديوهات ديالي الصوص ديالي لاحظو كي كتولي عاقدة هاد الصوص غادي نسقي بها انا او غادي نزين بها جوج ديال الكيكات لاحظو بقات لي الصوص وهدك شلي نزل في الطبصيل غادي نحايدو احتاوا هدي نستغلو في كيك اخر بسم الله على بركة الله المكونات عندي جوج ديال الفلفلات خضرين مشويين ومحيدة لهم القشرة ديالهم خمس فصوص ديال التوم ملعقة صغيرة ديال الهريسة ممكن ديروها بودرة القزبر والمعدنوس كيكونوا مغسولين الكمية حسب الرغبة ديالكم عندي الملح بحسب الدوق ملعقة صغيرة ديال تحميرة ملعقة صغيرة ديال كامون وكنضيف تقريبا نصف كأس من زيت الزيتون قد مدرتو زيت الزيتون كيكون مزيان ملعقتين كبيرتين من الخل الابيض كنتحن هاد العناصر كلها جيدا كنحصل على اه مغيناد او خلطة بهاد الشكل هادا كما كتلاحظو كناخد منها القليل كنوضعو في طنجرة ديال الدغط وعندي هنا يا اربعا ديال الدنجالات اللي مغسولين مزيان نصيحة خدو الدنجال اللي كيكون صغير من ناشي الكبير كتغسلوه مزيان وكتقسموه على الاربعا كتخليوه شد في الراس ديالو وكتبدو تعمروه بهادك المغيناد او الخلطة اللي تحنى اللي فالفلفلوه العناصر كاملة والتومة والتوابل كتبدو تعمروه وكتحطو في الكوكوت في الطنجرة ديال الدغط انا في القاعدة كما لاحظو درت فيها شوية هاد ديال هادك شرمولة اللي خلط درتها في القاعدة عاد حطيس الدنجال ضروري ما تديرو الدنجال يكون صغير باش يطيب لكم دغية في حالات كان عندكم الدنجال كبير كتديرو واحد اربع كاس ديال الماء مع الدنجال هادا كيطيب لما كتديرو فوق النار نار مجهده في اللول غير كاتبدا تصفر كتنقصوه ضروري تنقصوه نار تكون مهيلة مدة ديال 12 دقيقة كيكون واجد نار هادئة كناكد في اللول كتكون مرتفعة حتى كتبدا تصفر كتنقصو 12 دقيقة كتحلو كتلقوه فيها ديك زويتا وراح طيب كتقلبوه كتلقوه طيب في حالات كان عندكم الدنجال كما ذكرت الحجم ديالو كبير كتضيف واحد اربع كاس ديال الماء هادا رمى فيش الماء نهائيا فيه غير زيت الزيتون كيكون مخلل كتحتافظو بفتلاجة او كتقدموه في نفس الوقت انا ندرتوه في هاد العلبة ديال الزجاج حتى لا بغيت نحتاخد بيك يبقى مزيان ونخلي حتي بردعات مقطعات مقطعات شفئينا عندي ثلاثة ندي البطاطات من الحجم كبير مغسولين ومكشرين ومقطعين مربعات اللي كتكون هكا شوية كبيرة كنضيف الملحة بحسب الضوء والماء الكافي اللي غدي يغطيليها البطاطا ونوضعها فوق النار ونخليها كتسلق نمرو باش نحضروا العجين مكونات العجين جد بسيطة عندي جوج كسان من الحليب الدافئ القياس تلتمية ملي لطغ كل كاس يزين مياه وخمسين ملي لطغ القياس تاخدوه بكاس ديال الشاي لعنبا حليب دافئ كنضيف ملعقة كبيرة من سكر سنيدة ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ممكن تنقصو بحسب الجو الى كان ساخن كنخلط هاد العناصر حتى كتفاعل الخميرة مع السكر وكيدبو في الحليب الدافئ كنضيف هنا يا القليل من طحين ابيض فورس كتاخدو اه تعبرو اربعمائة جرام تقريبا ديال طحين ديال فورس وكتبقى وغادي تضيفوها شوية وشوية حتى كتجمع لكم العجينة غادي تشاهدو معاي الطريقة جد بسيطة يعني شاهدو الفيديو من الاول حتى الاخير كنخلط هنا هاد العناصر وباش ما تبقاش هيك ويرس ديال الطحين تقريبا نضفت واحد اه كاس او كاس غير مملوء ديال الطحين وغادي نخلط مزيان كنغطيه ونخلي هاد العناصر كتفاعل مدة ديال خمس الى عشر دقائق كتفاعل وكيتقال الخليط احنا بعد ما دز عشرة ديال دقائق كنحيد البلاستيك الغدائي على الاناء لاحظو القوام ديالو كيكون هكا تقيل يعني تفاعلت العناصر كاملة كنضيف هنا ايه الملحة اللي كسبقها بحسب الضوء ما يعادل ملحقة صغيرة ممكن تنقصوا او تزيدوا حسب الرغبة ديالكم وكان بده باضافة الطحين هنا اه كنحصل على العجينة اللي كيكون القوام ديالها متماسك حيت مازال غادي نضيف لها واحد العنصر اساسي اللي كيخليها شيشة ارتباء بالزبط 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 منكم اخواتي غا تسولوني واش ممكن ديرو دقيق القمح الكامل ممكن ديرو فهاد الوصفة بدل دقيق ابيض او ممكن تخلطوا بيناتهم كتحصلوا على نفس النتيجة يكون صحي اكتر كم قاكا نضيف طحين كما اذكرت لكم القياس را اذكرتو لكم كسبقوا تضيفو شوية بشوية ممكن تاخذ لكم 400 ممكن اقل ممكن اكتر يعني ضروري العجينة حكاكي كل قوام ديالها متماسك ماشي قاسحة بزيف وماشي مرخوفة بزيف قادي نتخلص من العجين لعندي في الاصابع هنا كنضيف ربع كأس من زيت الزيتون هنا اصير في زيت الزيتون اللي بغا تدير زيت نباتي را ممكن ولكن ما الافضل ضيدو زيت الزيتون صحي اكتر كيخلي عجينة اجيه شيشة اكتر كنبقاء نبدي العجينة ونجيبها في زيت الزيتون حتى التماسك وكيدخل لها الزيت كاملة كتولي رطبا بزيف ونغطيها ونخليها كتختامر مزيان بما كملت التحضير ديال الطاطا بعد ما تسلقات الطاطا وهي سخونة كنصفيها من هادك الماء كندعكها مزيان بواسطة هاد الالة ولا فتحانة اليدوية ليكم اختيار ضروري ما تخلطوها هاكام زيان كنضيف لها ربع كاس من الحليب السائل ونخلط حتى كتندمج العناصر كاملة كنضيف قطعة ديال جبن متلت ونخلط مزيان ضروري من هاد المرحلة كنضيف كيميا ديال فروماج حمر محكوك او موزاريلا حسب المتوفرة عندكم كندعكها مزيان كنضيف لها شوية ديال الملحة وشوية ديال اللي بزار باش كنصحح الطوق ونخليها جيان لبنك تبرد لجينة ديالي بعد المخمرات يعني صورت لكم مراحل كما هي يعني كتحضرو بها الطريقة هادي لوقتي صوت البطاطة خليت لجينة كتخمر كيتضع في الحجم ديالها كنخرج منها الهواء ضروري قوام ديالها ممتاز جدا قسمتها لاربع ديال الكويرات بغيتهم صغار غادي يعطيكم ستا ديال الكويرات بغيتهم الحجم الكبير غادي يعطيكم ثلاثة ديال الكويرات كناخد الكرة الاولى كنقلبها كما لحتو وكنبسط الجوانب ونخلي الواسط هاكا غليت ضروري تخليو غليت ما ترقوش الوسط خليوها كغليت كنأكد هادي كالبطاطة اللي عندي رها بردات تماما بعد ما نضفت لالعناصر اللي اذكرت معاكم كنقسمها بحسب عدد الكوريات اربع ديال الكويرات ديال البطاطة واربعات الكويرات هي اللي عاجين كناخد البطاطة ونوضعها في الوسط من الأفضل التاطا ديرها كويرات باش جيكم ساهلة في الخدمة كانبسط جنيبات عاد كندير الكويرات ديال البطاطة في الوسط كيكون هاداك الوسط مانبسطش بزاف كيكون بقى غليت باش نحط الحشوة حيث مازال غادي نصد عليها طريقة راها ساهلة تصدو العجينة مع العجينة ماشي العجينة مع التاطا العجينة مع العجينة والسر نجاحه هو هاداك زيت الزيتون يعني التاطا قسمتها بعدد الكوريات اللي عندي ربعات الكويرات ديال البطاطة وموربعات ديال العجينة كنصد العجينة هنجوم العجينة مع العجينة وكنشكلها كورة اللي كيكون الحجم ديالها مقاد هنا كملتهم كاملين لاحظوا را ما كتتحلش كيكونوا بسدودي مزيان ما كتبانش لين البطاطة نهائيا كناخد الكورة الاولى وهنا غادي نبسط بواسطة زيت الزيتون كمية قليلة واحد ربع ملعقة صغيرة لكل كورة من العجين وكنبسط هنا لكم الاختيار كنفضل انكم ما ترقوهمش بزاف خليوا السمك ديالهم متوسط مايكونوش رقاق لدرجة كبيرة وما يبقوش تاني غلاد وزاف هما كيجيوا وصفة اللي رائعة جدا صراحة كيستحقوا تجربة نفس شيء للكورة التانية قدرت لها كذلك شوية ديال زيت الزيتون وممكن بسط حتي غدي نكملهم باربع بالنسبة للفران كيكون متوسط درجة الحرارة كتشعلوا علي وحد خمسة دقيق قبل النار من اسفل حتي يطابو لكم من تحت عد ممكن شعلوا بالفوق كذلك كنوضعهم هنا في الطاوة وكندي لهم هاد الطريقة بواسط الأصابع بحيلا كن نتقبهم بحيلا طريقة ديال الخبز الايطالي فوكاتشا كنتقب هاد طريقة هادي كيزيت كيعطيهم شكل رائع جدا اللي بغا يديرها يديرها اللي ما بغاش يخليهم هكا كسامبل خديس بيضاء صغيرة خفقتها مع شوية ديال حليب السائل وكندهن مزيان ضروري ما تخليهم كيخمروا بعد ما تقرصوهم وديرهم ها الطريقة هادي خليهم كيخمروا عاد كتدخلهم الفران كنزينهم بشوية ديال بافو او شوية ديال سانوج مع شوية ديال زنجلان ابيض او زنجلان عادي ضروري ترسوهم بشي حاجة او ممكن حتى يطيبوا حتيروا لهم شوية ديال فروماج محكوك على الوجه ديالهم انا درت لهم بافو وزنجلان هداو الشكل ديالهم عن قرب بعد ما ادهنتهم عجينة اللي ممتازة وحشوة اللي رائعة جدا هداو الشكل ديالهم بعد ما طابو كيجي وروع خفاف قرطبين بالساب محمرين من برة ومنتاكل كذلك وهو الشاش لدرجة كبيرة يعني كتقطعو حتلقيتها كتبشي معاكم العجينة بكل سهولة كيما قلت لكم ممكن تدرهم شرائح صغيرة دوائر صغيرة او متوسطة للحجن شو ما كتحكموا لحده ولقيتها كتبشي معنا بكل سهولة مدق لا يقاوم ممكن تنسموهم كذلك بالزعتر او تنسموهم شوية ديال الهريسة او شوية ديال سوص حرة وبصحتكم او راحتكم اشتركوا في القناة